وقلنا الحمل خارج الرحم وعرضنا مسلسل لسيناريو صادم جداً لتأخر في تشخيص حمل خارج الرحم انتظرونا في الحلقتين القادمتين سنعرض لكم السيناريو المصري الأكثر قصوى والأكثر ضراوة في بيان كيفية تأثيرات السلبية لتأخير تشخيص الحمل خارج الرحم في مفاجآت في الحلقات القادمة جات كده وإحنا بنعمل حلقات الحمل خارج الرحم تجمعت قدامنا لكن الحلقة دي عايزين نوري حضراتكم على الملخص للحديث عن الحمل خارج الرحم الحمل خارج الرحم هو حدوث الحمل في أي مكان خارج تجويف الرحم قد يكون في الأنبوبة في المبيض في عنق الرحم في تجويف البطن الأغلب والأكثر شهرة هو الحمل في قناة فالوب 98% من حالات الحمل خارج الرحم تحدث في قناة فالوب تزداد معدل حمل خارج الرحم في الفترات الأخيرة بقته تسمعه كتير كاتت النسبة تقريبا 1% الله ده قليل قوي أيها النسبة بقت 2% أيها مازال قليل أيها مازال قليل بس تقريبا زادت ضعف عن ما كان يحدث في السنوات السابقة الأسباب إيه؟ الأسباب نتيجة للتهابات المتكررة اللي بتحدث مش التهابات المهبلية اللي الستات بتقول عليها التهابات في الحوض وحول الأنابيب نتيجة للأمراض المنتقلة بالعلاقة الزوجية والعلاقات الجنسية واستخدام اللوالب كوسيلة لمنع الحمل كل ده بيزود التهابات الأنابيب وبيزيد من النسب الإصابة بالحمل خارج الرحم فإذا حدث الحمل خارج الرحم تصبح السيدة حامل وعندها أعراض الحمل وتتأخر الدورة لكنه حمل غريب من بدايته بتبقى أعراض الحمل قليلة في ألم واضح والألم ده له مظاهر وبيسمع في الحوض وفي أسفل الظهر وممكن يبقى معاه نقاط دم متكررة ويوجد صعوبة في تشخيص الحمل خارج الرحم وإذا تأخر التشخيص انفجرت الأنبوبة وحدث نزيف شديد قد يودي بحياة السيدة تعال الله